بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات الأدبية للصف الثالث الثانوي كنا قد بدأنا الحديث في الدرس الماضي عن الأدب السعودي عرفنا مراحل النهضة الأدب السعودي طبعا نحن قلنا الأدب السعودي أفرد له فصل مقارنة بالأدب العربي طبعا الأدب العربي بشكل عام عرفنا أهم المدارسة ظهرت ما ينطبق أو ما ينطبق تقريبا على الأدب العربي بشكل عام هو ينطبق أيضا على الأدب السعودي ومن حيث المدارس والاتجاهات لكن نحن نركز أكثر في هذا الكتاب حتى تعرف شعراء الأدب السعودي وتعرف كذلك كتاب الأدب وما أهم الموضوع التي ظهرت وكذلك يعني معنى بأكثر تفصيلا من بقية العصر الحديث طبعا هو مواكب الأدب السعودي كما عرفنا أيضا للأصر الحديث أهم العوام التي ظهرت وعرفناها وتحدثنا عنها وقلنا أيضا التعليم والصحافة والترجمات والمكتبات وغيرها من العوام التي ساعدت على ازدهار العدب كذلك ظهر الاتجاهات الاتجاه القديم واتجاه الحديث وما إلى ذلك اليوم نتحدث فيه عن الشعر الشعر السعودي أغراضه وموضوعاته أهم الأغراض التي تتطرق إليها شعراء في المملكة وكذلك أهم الموضوعات ثم أغراض الشعر السعودي بتفصيله وتحدث عن بعض النماذج وشاركوا بتقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الثانية وعرفنا سابقا أن الكتاب ينقسم من القسمين وحدة أولى فيه الحديث عن الأدب القديم ووحدة الثانية فيه الحديث عن أدب الحديث هنا ثانيا الشعر السعودي نحن تحدثنا عن مراحل الأدب السعودي وتطور الأدب السعودي وعودة الأدب السعودي وهم المراحل تحدثنا عنها هنا ثانيا الشعر الشعر السعودي أغراضه وموضوعاته الحديثة أهم الأغراض التي تتطرق إليها الشعراء وكذلك أهم الموضوعات الحديثة التي تتطرق إليها الشعراء هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك الدخول ومشاهدة الدرس طبعا أغراض الشعر السعودي المعاصر طبعا هنا بداية الأغراض التقليدية الأغراض التقليدية خصف الشعر السعودي مجالات الغزل يشمل شعر الغزل مستويين الوصف الحسي للمرأة ومظاهر جمالها كالثياب والعطور والحلي والوصف المعنوي لمشاعر الحبي من لوعة الحبي والشوقي وألم الفراق وهذا أيضا من يعني كما ظهر في الوصور السابقة كيف أن هناك غزل عذري في العصر المووي وغزل غزل صريح هنا غزل حسي أو وصف حسي ووصف كذلك معلوي من الغزل الحسي قول القصيبي نفحات عطرك لا تزال تهزني نحو الحنين إليك والهيمان فليهنك النغم المحبب في فمي والتنعم بالنور والتحنان طبعا هنا الحديث عن نفحات عطرك عن الأطار كيف أنه يعني أثر ويعني نحو الحنين معنى تهزني فليهنك النغم المحبب فكانه يعني أنه أصبحتك النغم المحبب في فمي في تكرارك ثم يدعو لها أيضا ومن الغزل معنوي قول عبد الله الفيصل ألاقي من عذابك ما ألاقي وحبك في حنايا القلب باقي وتسرف في الصدود وفي التجني وأسرف في التياعي واشتياقي هنا الحديث عن لوعة والفراق والألم والعذاب والصدود وكيف أنه يعني يريد الوصال وهي تريد الصدود هذا أيضا من الغزل المعنوي إذن غزل حسي وغزل المعنوي هذا اللي ظهر في الأدب السعودي أصناف الشعراء في الغزل طبعا الشعراء فيه ثلاث فئات فئة قل وجود الغزل في شعرهم معنى أن هناك بعض الفئة قليل جدا أن يكون الغزل في شعرهم وهناك فئة كان معظم شعرهم فيه وفئة يشكل جزءا من شعرهم وهو الوسط وهم الغالبية معنى أن من كان قليل جدا الغزل في شعره وكذلك من كان كثير لكن الوسط هم الأغلب من شعراء الشعر السعودي من الذين قل وجود الغزل في شعرهم أحمد الغزاوي وعبد القدوس العنصاري وفؤاد شاكر وعبد الله بن الخميس ومن الشعراء الذين كان الغزل معظم شعرهم غادة الصحراء ومحمد الفهد العيسى وعبد الله الفيصل أما الشعراء الذين شكل غزل جزءا من شعرهم طاهر زمخشري وحسن القرشي وعبد السلام حافظ ومحمد هاشم الرشيد وغازي القصيبي مناهل الغزل السعودي ما معنى مناهل؟ معنى أنه من أين يستقي غزل السعودي؟ معنى أنه مصادر نهل شعر الغزل السعودي من الشعر الجاهلي والإسلامي والعباسي والأندلسي والمعاصر معنى أنه بقراءات وأيضا استفادوا من أغلب الدراسات السابقة أو القصائد ومن شواهد الغزل المتأثر بالشعر الجاهلي قول ابن عثيمين نظرت إلى الأضغان يوم تحملوا فأشرقني طلوا الدموع ووابله مضوا ببدور في بروج أهلة بهن حليم القلب يصب وجاهله لاحظ هنا قول ابن عثيمين تأثر بشعر الجاهل مخصوب بوقوف على أطلال كيف أنه يرى المسير التحمل الرحلة ومسير المحبوبة في رحيلها وهو يبكي وبكاء على أطلال كما كان عادة الشعراء الجاهليين كما عرفنا هنا ومن نظرت إلى الأضغان يوم تحمل مقصود بها الرواح التي كان يرحل عليها من الإبل وهو أشرقني طلوا الدموع ووابله وكأنه بدأ البكاء كما كان الشعراء الجاهلين يبكون ثم مضوا ببدور في بروج أهلتين مقصود بها هودج الذي يكون على البعير ثبهن حليم القلب يصب وجاهل ويتحدث عن شدة الفراق واللوعة ومن الغزل المتأثر بالغزل العباسي والأندروسيون لما في الغزل العباسي والأندروسيون قلنا أيضا أكثر صار أصبح تجرد من الوقوف على أطلال وطريقة الغزل الجاهلي وأصبح أكثر يعني رقة وسهولة في ألفاظه وفي أيضا الموسيقاه وبعض المعاني قول عبد الله الفيصل يا صغير السن يا مرهفة شوق من جافيته أتلفة إن تكن تقوى على طول النوى فهو في بعدك ما أضعفه طبعا يا صغير السن يا مرهفة شوق من جافيته أتلفة هنا أثناء قافية مضمومة إن تكن تقوى على طول النوى فهو في بعدك ما أضعفه فجميل منك منك بعد الظلم يا أمل المحروم أن تنصفه هنا نتحدث عن كيف من الشوق والاشتياغ وإيضا طريقة صياغة هنا تأثر بأدب العباسي والأندروسي كما تأثر الشعر السعودي بمضامين شعر الغزل لدى الرومانسيين كما دست أبو له المهجر وقلنا أبو له المهجر أيضا اشتقت من الأدب الغربي وتأثرت به فنجد أحمد عبد الجبار يقول في قصيدته سارية الأحلام طبعا وأيضا الرومانسيين أغرقوا في الرمز هو الحديث عن الرمز هو الحديث عن وصف الطبيعة وكذلك المعاناة النفسية على الشط سنى يبدو من الآمال يغرينا وفي البحر رؤى ترنو عليها السحر يسبين هنا يتحدث عن الشط وكيف أنه يرى تلك الآمال ويضم البحر رؤى ترنو عليها السحر يسبين وكان هذا في الجمال وما إلا ذلك ويتحدث عن ذلك ظواهر شائعة في الغزل طبعا أهم الظواهر الشائعة في الغزل رقة الألفاظ أظن ألفاظهم رقيقة للموضوع طبعا ولأن الموضوع هو غزل موسيقى يتلقى كذلك والجمع بين الصور القديمة والمستحدثة يأتي بالصور القديمة وصورة مستحدثة وكذلك العفة معنا أنه غالبية الغزل عفيف وليس غزل فاحش الغرض الثاني من الغرض التقليدية في الشعر السعودي المديح كان الشعر المديح الهدف الأول لعدد من الشعراء حتى صار الإنتاج فيه كثيرا جدا ومن أشكاله المدح التقليدي بداية المدح التقليدي كما لأنه على غرار السابقين فكانت مضامين مديح كما هي عند القدماء فصورة الممدوح ترتكز حول الخصال الحميدة ويرد في القصيدة وصف المعارك والبطولات منه مدح بمشرف الإمام فيصل تراه بفعل المكرمات مشمرة إذا الجود والإقدام للناس أقعد يعامل من يرعى برفق وحكمة ويقمع منهم منطغا وتمرد إذا اجتاز قوم بالنوال أجازهم فعاشوا بخير كلما راح أو غدا ما يتحدث عنه أيضا هذا معنا أن المدح التقليدي يذكر أيضا الصفات الحسنة والجزائل والعطايا وكيف أنه يعني يرفق بمنهم معه أو تبعه ولكنه يقمع منطغا وتمرد في قوته وفي حزمه ثم اجتاز قوم بالنوال أجازهم فعاشوا بخير لأن الناس ترتاح معه وما إلى ذلك وهذا مدح قريب من مدح التقليدي السابق المدح بالدفاع عن الشعوب العربية في أزماتها وهذا مدح آخر أيضا ظهر في الأسر أو الشعر السعودي المدح بالدفاع عن الشعوب العربية في أزماتها مثل قول فؤاد الخطيب يمدح الملك عبد العزيز ليوقوفه مع لبنان يقول وقفت وما لبنان عنك بمعزلين فصدعت عنها الغلة وهو مكبل يمدح الملك عبد العزيز في وقوفه مع لبنان ومساعدتها ويقول أيضا السنوس في الملك سعود سعد السعودي المفدى أي نائبة بالأرب ألوت فلم يقعد ولم يقم ويستجيب لدعيها إذا صرخت بالمال والآل والأنصار والحشم معنى أنهم يساعدون وأنهم يعتبرون أن جسد الأمة كلها جسد واحد فهم أيضا يساعدون بمساعداتهم الكثيرة ثالثا مواقبة المناسبات والإشادة بالإنجازات وهذا أيضا من نوع المدح التي ظهر في الشعر السعودي كالتهنئة بدخول شهر رمضان والعيدين والاحتفالات والمهرجانات وتولي الملك أو العهد وبرز في هذا المجال من الشعراء أحمد الغزاوي وفؤاد شاكر ومن ذلك مدح الملك عبد العزيز بنصرة الإسلام والقضاء على الفتن وتوحيد الصفوف وبث السلام في أرجاء الجزيرة لفؤاد شاكر يقول حرم آمن ورب غفور ومليك بسعيه مشكور آمن الله بالمليك المفدى حرما آمنا به موفور كان من قبل مسرحا للعوادي يتبار فيه الدم المهدور تحدث عنه كيف أن الحرم أصبح آمنا والناس في عمرتهم أو في فريضتهم في حجهم يعني أصبح في مأمن بعد أن كان يعني مسرحا للعوادي لقطاع الطرق والنهب والسلب وما إلى ذلك الرثاء هذا أيضا الغرض الثالث وغرض التقليدية بعد غزل ثم المدح ثم الرثاء الرثاء يشابه مضمون شعر الرثاء في الأدب السعودي الرثاء في الشعر العربي قديم مع أن أيضا هو قريب من الأدب القديم من التسليم بالقضاء الرضاء بالقضاء والحزن على الفقيد والدعاء له مجالات الرثاء يعني أنهم رثوا الشخصيات العامة فقد تناول رثاء الملوك ورجال الدعوة والوزراء والعلماء ورجالاته العربي والمسلمين كرثاء الملك عبد العزيز ووالده وأبنائه وكذلك رثاء العلماء كمحمد بن براهيم آل الشيخ وابن باز وابن عثمين ومن الوزراء والأعيان عبد الله السليمان ومحمد الصبان ويعاد فؤاد شاكر أبرز من رثها رجالات العرب ولسيما رجال مصر كسعد زغلول وشوقي وحافظ في من رثاء الملك عبد العزيز قول الشاعر علي حافظ بعد وفاته رحمه الله حامل جزيرة قد دبنا أسا وضنى ولوعة أصفت بالشاب والهرم يعني أنه شدة اللوعة وشدة الفراق ويتحدث عن ذلك ومن المراثب في الملك فيصل رحمه الله قول علي النعمي في ثالث من بعد يوم عاشر بربيع الحادي وبعد ضحائه يوم كأن الأرض فيه زلزلت زلزالها بالضخم من أرزائه يعني من المصيبة التي حلت في الملك فيصل رحمه الله رثاء المدن أيضا هذا من أنواع رثاء رثاء الرجال والعلماء وهنا رثاء المدن عند الحديث عن رثاء المدن في الأدب السعودي يتبادر إلى الذهن نكبة الدرعية سنة 1233 وما ارتكبه الأتراك فيها من قتل وتشريد لأهل يوم أشهر ما حفظته كتب التاريخ في رثاء الدرعية قصيدة عبد العزيز بن حمد المعمر يصور فيها ما فعله جيش إبراهيم باشا من القتل والتدمير ونهب الأموال وتشريد الآمنين يقول إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعوك في الضراء ربي لتسمع فكم قتلوا من عصبة الحق فتية هدات رضاة ساجدين وركع وكم دمروا من مربع كان آهلا فقد تركوا الدار الأنيسة بلقع فأصبحت الأموال فيهم نهائبا وأصبحت الأيتام غرثا وجوعا عسى وعسى ينصر الله ديننا ويجبر منا كل ما قد تصدع حدث عن الفتنة وكيف أنهم يعني فعلوا ودمروا وقتلوا وشردوا ثم يتمنى أن عودة ذلك يعني عودة الأمان والإطمئنان والسلام الرثاء الشخصي وهذا نوع من أنواع الرثاء أيضا ظهر فيه الشعر السعودي الذي يتناول أقارب الشاعر وأصدقائه ومعارفه ومن ذلك الرثاء الشاعر محمد الحفظي لوالدته لما توفت قال فجعت فيك وما قد كنت أحسبني أطوي اللقاء إلى مستقبل نزحة فجعت فيك كأن الكون يعصيرني طفلا يشيخ ووقعا مؤلما رزحا حدث عن مصيبة والفاجعة التي أصابته بعد موت والدته ورثاء أحمد قنديل لابنته يقول فكنت كأني قد ولدتك ساعة فقدتك فيها فقد من لم يجربي وها أنت بل هذه حياتك كلها تمر أمامي موكبا إثر موكب بنيتا يا من غيب الموت جسمها وإن لم تغب عن مقلتي مصائبي يتحدث كيف أنها وكأنها لم تولد ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن حياتها التي أمامها ويتكلم عن ذلك ومنه رثاء محمد حسن فقي لنفسه وهذا رثاء النفس أيضا وهذا في الأدب السعودي وهو سابق أيضا في بعض الشعراء رثى نفسه حتى في الآسر الأموي وما بعد ذلك فيقول أيهما أولى بهذا الأساء ينصب في الدمع وهذا الرثاء هل هو هذا الميت رهن البلا أم هو هذا الحي رهن الشقاء؟ ويقول أنه يهم أولى أن يرثى الحي الذي أصابه الشقاء والعذاب أم الميت الذي قد انتهى وأولى هنا بعض النشاطات التعلم الحديث هنا في عمل تعاوني تقوم مجموعات بالمهام طبعا أولى التدليل على الظواهر الشائعة لشعر الغزل في قصيدة مقبل عبد العزيز طبعا مقبل عبد العزيز هنا ما الظاهرة الشائعة هنا في هذا أو في هذه القصيدة أهاجرتي لست أنسى الهواء وحبا تقضى قصير الأجل وعهدا مضى كالرؤى مسرعا لطيف الخطى خطوه لا يمل لقد كان كالحلم في خاطري وكالطيف عن ناظري قد رحل هنا يريد منك ما الظاهرة طبعا ظواهر الغزل الشائعة التي ظهرت في الأدب السعودي جميل حسن طبعا هنا هذه هنا الظاهرة برقة الألفاظ وموسيقية الإيقاع وكذلك العفة ما نتحدث فقط عن المشاعر وكيف أنه وشوخة لوعة الحب والفراق هنا استخراج مضمون شعر المديح من قصيدة العبد 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 في ملك سعود ما هو المضمون في شعر المديح لو عدت أيضا إلى الشعر السابق يقول عشقت مودته القلوب فلن ترى قلبا بغير سموه موصولا لا غروى أنجزت المدى فلطالما تبع الفروع الناميات أصولا فأبوك لم يأتي الزمان بمثله مستخلفا بعد القرون الأولى ومضيت تخترق الصفوف مغامرا حتى سلكت إلى علاه سبيلا تحدث عن الملك سعود وكيف أنه أيضا أنه لم يأتي إلا من يعني ومدح أيضا والد الملك عبد العزيز رحمه رحمه الله هنا مضمون شعر المديح هنا ما مضمونه جميل حسنتم هنا مضمون شعر المديح طبعا الحديث عن المديح هنا التقليدي ذكر صفات صفات الحسنة في الملك سعود وكذلك الملك عبد العزيز وأن هذا الفرع لم يأتي إلا من ذاك الأصل أيضا في الصفات الحسنة التي ذكرها هنا ما مجال الرثاء في قصيدة محمد فقي التي يرثي بها عبد الله السليمان يقول يا فقيدا ضجت عليه الأمان وضجت لفقده الأوطار أذهل الناس من شبابك والشيب ولاء وفطنة واقتدار ما المجال هنا للرثاء جميل أحسنتم هنا طبعا المجال الرثاء الرثاء الشخصي هناك من مجالات الرثاء رثاء المدن طبعا هنا الرثاء الشخصي هنا الرثاء الشخصي على ما يدل الدعاء في رثاء عبد العزيز بن حمد المعمر في الرثاء المدن لما تحدث قال عسى وعسى أن ينصر الله ديننا ويجبر منا كل ما قد تصدع على ما يدل هذا الرثاء أو على ما يدل الدعاء لما دعا في القصيدة أو في آخر القصيدة للحديث عن النكبة الدرعية عسى وعسى أن ينصر الله ديننا ويجبر منا كل ما قد تصدع جميل أحسنتم هنا الحديث فيه عن تمني التمكين للدين والنصر على الأعداء وعودة الأمور إلى سالف عهدها في الدعية تمنا عودة الأمور إلى سالف عهدها وأيضاً التمكين والنصر على الأعداء هذا ما أردنا أن نورده في أغراض الشعر السعودي عرفنا أن الشعر السعودي له أغراض كثيرة مما أن تكون أغراض تقليدية تابعة كالمدحي والغزالي والرثاء وأيضاً أن هناك شعراء كان أغلب جل شعرهم في الغزال وهناك شعراء قل عندهم الغازل وهناك شعراء توسط بين قصائدهم أيضا تنوع رثاء من رثاء المدن ورثاء الشخصيات الهامة وكذلك رثاء الشخصي أو رثاء التي تتعلق بالشاعر نفسه وكذلك المديح لما تحدثنا كيف أن هناك مديح تقليدي وكيف أن هناك مديح لمساعدة أيضا الأشقاء أو الدول الأخرى وكذلك مديح القادة وما إلا ذلك هذه أهم الأغراض التي ظهرت في الشعر السعودي وهذا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين